ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش اليوم الاثنين بمراكش الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لقيادة تنظيم الاجتماعات العامة السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي من المقرر أن تحتضنها مدينة مراكش في شهر اكتوبر المقبل والذي شكل أيضا مناسبة لتفقد موقع عقد هذا الاجتماع السيد أخنوش قام بجولة في الموقع الذي سيحتضن هذه الاجتماعات وذلك للوقوف على تقدم الأوراش الجارية به ومعرفة جاهزيته الاستقبالي المشاركين في أفضل ظروف وكذا التثبت من الوسائل اللوجستية الموجهة لإنجاح هذا المحفل العالمي الذي سيعرف حضورا مرتقبا لأربعة عشر ألف مشارك رفيع المستوى بمن فيهم وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظ البنوك المركزية للدول الأعضاء البالغ عددها مائة وتسعة وثمانين دولة مائة وتسعة وثمانين دولة